وفي الأرض المقدسة احتفل أبناء المعهد الكليريكي في بيت جالا بارتداء الثوب الكليريكي لاثنين من الكليريكيين هما سلام عازر وفادي يوسف فتال وذلك خلال قداس احتفالي أقيم بهذه المناسبة في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا ترأس احتفال رتبة ارتداء الثوب الكليريكي المطران ويليام الشوملي النائب البطرياركي للاتين في القدس بمعاونة عددا من كهنة المعهد الكليريكي وبحضور حجر من الطلبة وذوي الطالبين عازر وفتال وجمع من المؤمنين كما شارك في القداس الاحتفالي طلاب المعهد من خلال الخدمة الليتورجية والتراتيل التي أضافت جوا من الفرح والخشوع واختتم القداس بتجمع الطالبين وذويهم والكهنة سويا مهنئين المعهد الكليريكي والبطرياركي اللاتينية بهذا اليوم المليء بالنعم مبارك للطالبين ارتداء الثوب الكليريكي وإلى الأمام على درب الكهنوت